مساحتنا التالية السالي لحنخصصها للقراءة والكتاب ورح نتعرف من خلالها على أهم القراءات الرديفة للمناهج المدرسية مع الأستاذ هيثم الحافظ رئيس اتحاد النشرين السوريين سيد صباحك وأهلا وسهلا فيك صباح الخير، صباح القراءة، صباح المعرفة، صباح العلم والتعليم صباح النشاطات الكبيرة اللي الآن عم يجهزوها طلابنا الأعزاء لتجهيز الافتتاح أو العودة للمدارس بشكل إيجابي كلنا عم نجهز وكلنا عم نشتغل حيث نأسس لولادنا سنة جميلة صباح الجمال والمحبة لكل طلابنا بسوريا أكيد يساعد صباحك عن جديد ومثل ما وجهت أكيد صباح جميع طالبين العلم والعلا أيضا يعني نحن مسيرة العلم والمعرفة طول فترة الحرب هي مستمرة وفي كثير شغلات تتوقفت إلا العلم والمعرفة حتى في ظروف كورونا كان لنا وقفات للمنصات الإلكترونية للتعليم الإلكتروني ولا الكتب الإلكتروني خلينا نحكي هلأ بداية بما أنه نحن على أبواب عام دراسي جديد ومناهج دراسية هنا قراءات فينا نعتبرها رديفة للمناهج الدراسية نتحدث عننا معك هلأ أول شيء نحن اليوم فعلا حياتا نركز على شيء بخلال السنوات السابقة أهم شيء بمجتمعنا أنه ما وقف العلم والتعليم والمعرفة هذا دليل نمو وهذا النمو طبعا نتائجه ربما ما يخطر بباله الإنسان يأخذها سريعا لأنه المعرفة والعلم والتعليم هو شيء تراكمي لكن تراكمي على الإنسان وتراكمي أيضا على المجتمع فربما يأخذ مساحة من الزمن حتى نحن كلنا نحس أنه هذا الشيء اللي موقف هو اللي ساهم في عودة المجتمع وبعدين فين نقول في عودة العمل العام عموما إلى الحياة وعودة الحياة الطبيعية لسوريا اليوم نحن نركز على هذا الجانب ونقول هذا النمو ما منغفل القراءة القراءة شيء أساسي بحياة الإنسان أو بالأحرى وجهة نظري أنا دائما بقول أنه هي أول جانب بنائي في الإنسان ربنا عز وجل عندما أرسل إلنا التعليمات القرآنية بأول أمر إلهي جانا هو إقرأ ونحن دائما نركز على فكرة أنه ليش جيت إقرأ لأنه في القراءة حياة في القراءة نمو في القراءة ازدهار ازدهار ونمو ليس فقط ازدهار شخصي بل فين نسميلك يا مجتمعي تماما مجتمعي ونمو للوطن ككل نمو للبلاد نمو للحال الإنسانية بشكل كامل لذلك نحن عم نركز على القراءة عم نقول القراءة فيها نوعين هي الآن أنا بحكي للطلاب القراءة اللي شيء العلاقة بالمناهج اللي هو المنهج المدرسي المحطوط من وزارة التربية والقراءة التانية اللي أنا بسميها دائما قراءة إثرائية يعني تسري هذا الإنسان وترفع من سويته المعرفية والعلمية والتعليم من خلال قراءات أخرى وأنا ركزت في أكتر من مناسبة وفي أكتر من كلام وحتى في أكتر من توجيه للسادة بوزارة التربية أنه نحن ضروري كل فترة كل مثلا نص بحث من البحوث إن كان في الفيزياء إن كان في الرياضيات إن كان في العلوم أو في اللغة العربية نقول له للطالب راجع الكتاب الفلاني لتتمت المعلومة هذا الكلام على فكرة بيأسس لأنه يطلع عنا طلاب عالي المستوى إن كان بالعلوم إن كان باللغة العربية إن كان أيضا في اللغات نحن اليوم حقيقة كتير بحاجة إلى قراءة إثرائية قراءة ترفع نسوية هذا الطلاب نعم يعني بما أنه عم نحكي عن المراجع المعرفية للطلاب وخاصة هلا في مثل ما ذكرنا في العودة للمدارس ثاني بعد أيام قليلة هل بالمناهج الجديدة ممكن يكون في عندكم المراجع تكون متوفرة بمعرض الكتاب أو بأي معارض عم تقوموا فيها مثل ما قلنا أنه ممكن كان يكون في معرض للطفل قريبا هل سرح يتزامن مع الافتتاح المدارس في الشهر التاسع هل في شي قراءات معرفية لزيادة المعرفة عند الطلاب تدريبهم عم نشوف في أستاذ هيسم كثير من الطلاب عندهم قدرات عم يشاركوا بالأولمبياد بعدة أشياء إن كان قراءة تعبير علوم فخبرنا عنه أول شي نحن معرض الكتاب تبعنا يعني أنا فيني ببشركم إنه هو ما بين نهاية شهر تسعة حيكون ومنتصف شهر عشرة حيكون معرض تقريباً مقتصر على الكتب الحديثة حيكون معرض بمكتبة الأسد هو نفسه لكن هو ليس معرض مكتبة الأسد هو معرض آخر معرض مختلف كلياً عن المعارض الأخرى بتصور نحن بالأمور الجاية عنا حيكون عنا شيء إيجابي بالنسبة للكتب والمعارف اللي أنت عم تحكي عليها وتقولي إنه نحن شو ممكن نقدمها وهل هي موجودة في مؤسساتنا نعم موجودة في أسواقنا موجودة في دور النشر كل آياتها وطبعاً هذه الكتب وهذه المعارف هي موجودة بشكل كامل بكل خليني أقول صالات البيع اللي دور النشر الكبيرة وموجودة أيضاً في صالات البيع للمكتبات الأساسية وأضافة لذلك حتكون موجودة في معرض اللي حيصير في مكتبة الأسد أيضاً نعم يمكن دائماً نحن متحدث عن خلينا نقول مشاريع قادمة نحن منحضر لألة وخاصة في مجال الكتب واللي بيحبوا الكتب في كثير عشاق للقراءة للمطالعة لإقتناء الكتب خليناً أقول يعني مثل ما بيقولوا الفريدة من النوعات بيدوروا عليها يعني بمكتبات هون نحن أمام معرض هلأ كمان أمام معرض بيضم يمكن العديد من الكتب يعني مثل ما بيقولوا حديقة فيها أزهار من كافة الألوان وعننا كمان بالمعرض هيكون كتب من كافة المجالات مركزين على قسم معين فيه شغلات معينة نحن يمكن هلأ منركز علينا كوننا مقبلين على شيء تنموي شيء مشاريع تنموي هلأ نحن اليوم بصراحة نحن كتير عم نأسس لقراءة إلى علاقة بالكتب العلمية نعم في مثلا نحن اليوم عم نركز للشباب أنه نحن نساوي مثلا الاختبارات الكيميائية حلو عم نركز على شيء له علاقة بالفيزياء عم نركز على شيء له علاقة بالرياضيات عم نركز لطلابنا حقيقة لين تقلوا من جانب النظري إلى الجانب العملي حتى على فكرة مثلا نحن حتى ما ينتقدونا المتابعين للأدب مثلا نعم أنه هل نحن وحتى للأدب نحن في عنا روايات حديثة ومتطورة وجديدة إن كانت أجنبية مترجمة إن كانت حتى أرجنبية بلغتين نحن عم نحاول نركز على جانب كتير إيجابي لها للطلاب وعم نحاول نقدم لهم حقيقة شيء مهم أنا اللي شايفه نحن بالقراءة مجتمعنا بدأ يعود للقراءة وحتى أكد لك على شغلة دور النشر السورية بدأت تساوي شغلة كتير مهمة بدأت تساوي بصالاتها بك مكاتبها مثلا توقيع الكتاب أو قراءة الكتاب بدأنا نحن نشوف بعض دور النشر السورية عم تعمل قراءة الكتاب في صالتها أو حتى في بعض المراكز السقافية في على عموم مساحة الوطن عم نحس أنه بدأنا نساوي هذا التواصل مع الجمهور وأنا بتمنى يكون في تواصل أكبر مو بس مع الجمهور مع وزارة التربية نحن قادمين أمام وزارة التربية أنا بتمنى بكرة بمدرسة ابنك تشوفي مثلا دار المشهر تابعي عم تساوي معرض للكتاب في المدرسة بحيث أنه يطلع الطالب من المدرسة مو يطلع يعني يغادر لا لا هو بين فصل وفصل وما بين حصة دراسية وحصة دراسية أخرى يطلع يكون بره قدامه معرض مصغر للكتاب عم يشوف الكتاب بشكله الكامل عم يشوف القراءة بحبه بصير نحن اليوم تماما نحن اليوم هدفنا كله بمجتمعنا تعويض المجتمع على القراءة وهي على فكرة جانب كتير إيجابي لا نفكر أنه هو جانب بسيط بالعكس جانب كتير إيجابي وأنا بركز على فكرة شو ما قرأت معلش القراءة إن كانت المنهجية للمناهج إن كانت القراءة المرجعية للمراجع إن كانت القراءة اللي سميناها إثرائية تثري الطالب أنا اليوم برأيي الشخصي نحن أمام القراءة أمام فسحة للنشاط فسحة للجمال فسحة للإبداع وخليها العودة للمدارس السنة تكون عودة للقراءة خلينا أيضا كمان نطلب من الأسرة من الأم من الأب إنه تعال نتساهم معنا بتعويض الطلاب على القراءة كيف ما كان بأي طريقة كانت تعال نتساعد نحن وياك ونقدم شيء إيجابي ودور نشر على فكرة يعني تنتظر المقترحات من القراء وتنتظر اليوم دائما نحن نتطور بهذه الإزدواجية الطيبة اللي هي بيننا وبين القارئ وإلنا حاجته وإمكانياته ونحن نتساعد مع بعضنا البعض لبناء هذا المجتمع يلي هو مجتمع خليني يسميه مجتمع إقرأ خلينا نقول أنا قلت بأكثر من مناسبة إنه أنا بتمنى قريبا نستطيع نحن نحن الآن أمام بوضع واقع خلينا نقول شوي معلش واقع ابتصادي ضعيف أو عم يتحسن لكن بتحسن كتير بطيء لكن نحن خلينا نقول نبدأ بالقراءة ونتساعد كلها مع بعضنا البعض لنقول قريبا نسمع بحملة قادتها وزارة الثقافة أو وزارة الإعلام وأنا بتمنى من السيد وزير الإعلامنا الأستاذ بطرس إنه يعملنا قريبا جدا إن شاء الله حملة اسمها سوريا تقرأ تكون نحط فيها الكتب الجديدة ونركض كلها يتنا لهذا البناء الإيجابي لنقول القراءة هي رافض أساسي لحياة السوريين نعم يعني عم نحكي عن موضوع تشجيع تشجيع على القراءة وخاصة للأطفال بظل وجود كتير من الأدوات العصرية ومواقع التواصل يعني خلينا أستاذ هيسم يمكن نشوف آخر الإصدارات الخاصة بالأطفال اليوم هل في كتاب سوريين شباب عم يتجهوا لكتابة شي خاص للأطفال لأنه دائما منحس الكتابة بسوريا أو حتى عربيا كتير قليلة بالنسبة للطفل ما بتلبي احتياجاته وطموحه فخبرنا فيه تجارب هل شجعته تجارب معينة؟ والله على العكس نحنا دائما منقول نحنا اليوم كهدفنا كاتحاد ناشيرين سوريين أو كناشيرين سوريين أو دور النشر صناعة كاتب وأنا دائما بركز أنه يا جماعة نحنا بهمنا أن يصير عنا كتاب متخصصين في الكتابة للطفل في عنا اليوم كتير ما بدي أقول محاولات لا أكتر من محاولات في عنا كتير من الإصدارات صارت موجودة اليوم موجودة أصبحت أيضا بالسوق صار في عندي كتاب أنا ما بدي أحكي إسمها حتى ما نفكر نحنا عم نساولهم دعايات لكن حقيقة نحنا أنتجنا بعض الأصص للأطفال بشكل خليدي يسميلك إياها بشكل كتير إبداعي في كتاب سوريين شباب عم يساولون في كمان كاتبات في إحدى الكاتبات هي مثلكم مزيعة من مزيعة التلفزيون السوري عم من أسست لمجموعة كتير مهمة ونحن بالقريب العاجل هنساولها كمان حفل توقيع مهم جدا يحضروا طلاب بأكتر من مدرسة نتمنى على التوفيق أكيد لكن حقيقة أنا بتمنى ونشجع كلا أنا بتمنى أنت تصيري كاتب الأطفال تعطيني تجربتك كمان أنت تصيري كاتب الأطفال هي بالأساس الكتابة للأطفال هي أساسها هي إنعكاس لتجربة واقعية لواقع علاقة أم مع طفلة علاقة ممكن تكون خالة مع بنت خالتها ممكن تكون علاقة مدرسة مع طالباتها مع مزيد من التعاون بينها دور النشر والمدقيقين وحتى الرسامين بيطلع معنا عمل إيجابي ونحن صار في عنا أعمال بسوريا إيجابية وصار في عنا كتاب جيدين على مستوى كتير كبير طبعا بدنا نترحم على روح الشاعر الكبير سليم عن العيسى اللي أنا بتصور حالة استثنائية كانت في الإنتاج السوري لكن أكيد الأيام القادمة هتحمل إلنا كتاب كتير مهمين وكتير كبار في صناعة أدب الطفل في صناعة كتاب الطفل لنشوف فعلا حقيقة كتاب الطفل جيد وعلى مستوى عالمي وليس سوري نعم يعني نشكر وجودك معنا أستاذة هيثم ومنرجع منكرر ومنقول بالعلم والمعرفة تبنى الأوطان إن شاء الله يارب معرض الكتابي لاقي إقبال مثل ما لاقى المعرض السابق إقبال كتير كبير وكانت الأسعار جدا منافسة وجدا كانت يمكن هي تحفيز وتشجيع على اقتناء الكتب أهلا وسهلا وأنا بتشكركم وبتشكر سادة المشاهدين وندعو لطلابنا بالتوفيق وأن يكون هذا العام ليس فقط اسمه العودة للمدارس خلينا نسميه العودة للمدارس بفرح خلينا كلياتنا نحط دائما المآسي والأرهاقات الاقتصادية وراء ظهرنا ونبني بتفاؤل وبود وبمحبة إلى بناء مجتمع قادم هدفه التفاؤل والفرح وهي الضحكة الحلوة اللي نشوفها بين الجميع ونقول سوريا بخير وسوريا متفائلة بأبناءها ونعود كلياتنا والعودة للمدارس بفرح إن شاء الله عودة حميدة لكل الطلاب وإن شاء الله يا رب كل الأهالي يفرح بولادهم بتعليمهم لأنه هذا الهم الأكبر عند الأهالي تأمين مستلزمات أولادهم بأقصى الإمكانات إن شاء الله هيك كمان الفرج للكل شكرا لوجودك معنا أستاذ هيسام شكرا كتير لكم أهلا وسهلا فيك